وحذر السوداني من استخدال أزمة ارتفاع صرف الدولار فيما وجه دعوة للقوى السياسية بالابتعاد عن المناكفات بالتزامن مع الإشراف على إنهاء موازنة مختلفة عن السنوات السابقة حيث تتمحور حول البرنامج الحكومي واجدد رئيس مجلس الوزراء دعم الحكومة للبنك المركزي لإعادة صرف الدولار وإنهاء السياسات المالية الخاطئة بجملة من القرارات الجريئة لدعم الدينار العراقي الذي لم يفقد بعضا من قيمته بقرار حكومي ودع القوى الفاعلة للابتعاد عن المناكفات والتوجه لتصحيح الخلل في مواطن الدولة وهو لا يقول أهمية عن الصوت المساند وهي مواقف داعمة ومساندة لتقديم الخدمة للمواطن